كيف تتابع هذا التهجير الاستنزاف حقيقة؟ استنزاف بين قوسين إجرامي لسكان قطاع غزة بالذهاب إلى مناطق يتم استهداف هذه المناطق مرة أخرى؟ يعني هناك حالات نزوح لأكثر من أربع أو من خمس مرات بالنسبة للمدنيين؟ هي سياسة إجرامية متبعة تحت عنوان تدفيع الثمن تدفيع الثمن يأتي لأسباب كثيرة أحد أهم هذه الأسباب بأن كل المحاولات الإجرامية التي طبعا تكرست من خلال الإبادات المتعددة سواء الإبادة الإنسان الجينوسايد أو إبادة المكان وهي الديموسايد كل هذه الأحداث وضعت مفهوماً جديداً في الذاكرة الإجرامية لدى دولة الاحتلال بأن كل هذه الوسائل الوحشية لم تفطف عضد الناس بالرغم ما نراه من جانبنا يختلف لدى العقلية الإجرامية التي يفكر فيها قادة دولة الاحتلال ولهذا سنجد ربما إذا استمرت هذه الحرب أو قدر لها أن تستمر بأن هذا النوع من السياسة الشرسة جداً الآن بدأت تتكشف حقيقةً عن أمور حتى مقارنة بما جرى في الهولوكوست الآن هناك مسائل كثيرة يتم مقارنتها تحت مجهر التاريخ وما حدث في الهولوكوست وما يحدث الآن في قطاع غزة تقول أو تفيد بأن مجموعة من المسلكيات والسياسات المصممة خصيصاً في قطاع غزة من قبل دولة الاحتلال تقول بأنها تخطط فعلياً حاجز الهولوكوست منها مثلاً على سبيل المثال الاعتقالات الشرسة التي يتم من خلالها فعلياً قتل الناس والتنكيل بهم وقتلهم تحت التعذيب بصورة تماماً تتقارب مع ما كان يحصل في الهولوكوست وفي بعض الحالات حسب منظمة بتسالم تقول بأنها تجاوزت ذلك إذن كل هذا في ذاكرة الاحتلال الذي جاء ليعتقد أن هذه فرصة تاريخية بالنسبة له لأنه لم يحقق شيء في المجال العسكري لأنه لحد الآن يعني هو لم يكن يتصور في العقل العسكري والأمن الإسرائيلي كان يعتقد أن ثلاثة إلى أربع شهور ستكون أكثر من كافية لإنهاء هذا الملف وحتى بتهجير الناس أيضاً الأهل في قطاع غزة أثبتوا بأنهم أسطوريين وصنعوا أسطورة جديدة بأن هذه البلاد لن نغادرها مهما كانت الظروف والأحوال والمجازر التي ترتكب إذن لأنه فشل في موضوع التهجير هو يحاول في كل مرة أن يكون الهدف الأساسي في كل ما يراه قطاع غزة فارغاً هو مدمراً غير قابل يعني للحياة ميؤوس من من إعادة ترميم والوضع حتى أي شيء حقيقة أي نمط من ألماط الحياة حتى في ظروف المجزرة وفي ظروف الإبادة يريد أن يقطع الأمل نهائياً مهما كان هذا الأمل ضعيفاً مهما كان هذا الأمل شبه معدوم يريد أن يكرس هذه الممارسة يريد أن يكرس هذه الاستراتيجية وكلما فشل في تحقيق هذا في تحقيق أي هدف من هذه الأهداف الاستراتيجية يعيد الكرة مرة جديدة ليقوم فعلياً في هندسة عملية انتقام ترجمة نانسي قنقر